وعتيتم بحديث الذي أوصى بأن يُحرق وكذا هذا شك في القدرة لم يشك في أصل القدرة بغض النظر شك في تمام القدرة ظن أنه يُعجز الله قالوا لا هذا مؤول بأشياء هذا سنأتي عليه في الدرس المقبل بإذن الله لأنهم أيضاً طعنوا في استدانة بهذا الحديث المخرج في الصحاح قال لك لا هو ظن أنه الله تبارك وتعالى سيضيق عليه العذاب يعني سيعذبه عذاباً شديداً مثل قوله أن لن نقدر عليه في حق يونس غير صحيح لأنه صح في روايات هذا الحديث قال له ما أردت بذلك قال له ما أردت بذلك لماذا أنت أمرت أن تُحرق وأن تُطحن وأن تُذر في البحر قال أردت أن أفوت ربي حتى لا يستطيع أن يجمعني هنا كفر أم لمكفر هذا القول الذي قاله كفر أنا لا أقول كفر الذي قاله كفر تحديد قدرة الله والظن أن أحداً يمكن أن يفوت ربه أن يعجز ربه ألا تدرك القدرة كفر كأنكار أرسل القدرة نفس الشيء كفر هذا كفر وهذا كفر وإن كان كفر أقبح من كفر صحيح؟ لكن أنتم قلتم هذا المسكين فعلها عن جهل يُعذر بجهله يُعذر بجهلي وقعت قاعدة خصى المعاصدين معناها صحيح وحتى لفظها جميل إن الرجل قد يقع في الكفر ولا يقع عليه الكفر أسلم أنا معكم أنا أقول بهذا قد يقع في الكفر أي وقع في الكفر ولا يقع عليه الكفر يعني لا يُسمى كافراً لا يُسمى لا لما قام له من عذر جهله لما قام له وبه من عذر جهله لماذا لا تطبقون هذا عن نصارى واليهود لماذا لا تطبقون هو ظن هذا المسكين ظن هذا أكتفي إن شاء الله بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم